أخ عياد عاوز أسألك سؤال كتير مهم لأنه منتكلم عن خلاص منتكلم عن الفداء منتكلم عن الصليب ما هي علاقة الصليب في الحياة الأبدية؟ يعني إحنا أشرنا أن الحياة الأبدية أظهرت فقط في شخص المسيح هل الملائكة كان فيهم حياة أبدية؟ لا يعني هل أستطيع أن أقول أن جبرايل يستطيع أن يعلن حياة الله الأبدي؟ لا يوجد محلقات بيد الله لفعل أوامر الله لا مخايل ولا جبرايل ولا الملائكة ولا البشر فيهم حياة الله المسيح فقط هو تكسيم حياة الله التلاتة وتلاتين سنة لعاشهم المسيح على الأرض هو حياة الله هو الوحيد الذي فيه حياة الله هو الوحيد تكسيم حياة الله عايز أتخيل لو المسيح عاش هذه الحياة على الأرض ثم قرر أن يرجع إلى السماء دون صليب دون موت يبقى الحياة أظهرت ثم راجعت إلى السماء يبقى البشر ما استفدوش حاجة ما زالوا حبيسي حياة آدم الصاقط ولا واحد من البشر قدر يستطيع أو يستفيد من هذه الحياة علشان الحياة اللي في المسيح تنتقل لآخرين كان لازم المسيح يموت باعتباره حبة الحنطة ويوحنة 12 لأننا نقول أن يوحنة يتكلم عن النور والمحبة والحياة يوحنة 12 يقول حبة الحنطة إن لم تقع في الأرض وتموت فهي تبقى وحدها لكن إن ماتت تأتي بصمر كثير قانون الوراثة في النباتات يقول لنا لو أنا عندي صنف حياة في بزرة وعايز أكثر من هذه البزرة عايز أملأ مخازيني من هذه البزار لازم أدفنها لازم تموت فكان في وسيلة أن الحياة الأبدية اللي موجودة في المسيح فقط تنتقل في البشر عن طريق موت الإب فعندما مات المسيح بالصليب وقام المسيح من يؤمن بالمسيح يصير ثمر لموت المسيح تنتقل من المسيح حياة أبدية إلى تباع المسيح إلى المؤمنين بالمسيح عشان كده يوحنة 13 ربط الحياة الأبدية بالصليب المسيح لأنه كذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية وده يقول لي يا أسيس نزار هل أستطيع أن أقبل الفكر اللي بيقول أن المسيح جاء إلى هذا العالم وعلم وصنع معجزات ثم أخذ حيا إلى السماء دون صليب لو أخذ المسيح حيا إلى السماء دون أن يذوق الموت يبقى ما أخذناش حياة أبدية الحياة الأبدية ما زالت فيه هو فقط لكن بموت المسيح على الصليب انتقلت الحياة الأبدية من المسيح للصمر الكثير فالحبة ماتت وآتت بصمر كثير قانون الوراثة يقول لنا بحسب تكوين واحد كل بذرة تأتي بصمر بذره فيه كجنسه فالصمر الكثير في ذات الثفات الوراثية بتاع الحبة الأصلية والتلميذ المسيحيين في ذات الحياة الأبدية التي في المسيح وكما رفع موسى الحياة في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية طبعا المسيح هنا بيتكلم عن موته هو مات من أجلنا حتى إحنا نأخذ حياة المسيح كما ذكرت يعني لا يمكن أن تصل إلينا الحياة الأبدية إلا بالموت موت موت المسيح ودي قضية محسومة المسيح لم يأتي ليعمل معجزات ثم يترك الأرض دون الصليب المسيح جاء لكي يذوق بنعمة الله الموت ودي يقول لنا أن الصليب في إنجل يوحنى وسيلة من ضمن الوسائل التي سيخرج بها المسيح من العالم ووسيلة من ضمن الوسائل التي ستنتقل منها الحياة الأبدية من المسيح لتابع المسيح ينبغي كلمة ينبغي يعني أمر حتمي وضرور ينبغي أن يموت علشان نحصل على الحياة الأبدية اشتركوا في القناة